نعرف كريم بيروح فين. كريم بيروح. هو انا مش بختفي اختفاء كلي يعني انا انا الحقيقة يعني سبب ابتعالي عن سوق الموسيقى لان بعد الثورة حصل ان المزيكة الصناعة نفسها كان فيها مشاكل. تمام. فبناءا عليه انا يعني خدت جنبي شوية ليه لان كان ظاهرة المهرجانات لسه طالعة وكانت واخدها جامد جدا فاحنا انا وجيلي مش لوحدي حسينا بظلم يعني كانت الافراح اللي احنا بنغني فيها بيجيبوا الشعبي والدي جي شغال شعبي فما بقاش حسين ان الناس متقبلة لاجواء بتاعتنا دلوقتي كانت عارفة زي اي هجا جديدة الناس بتجري وراها وبتاخد وقتها وخلاص. ده مش معناه ان انا ضدها يعني خالص بس انا كنت قلت ايه لا انا اقعد في صفوف المتفرجين من ناحية المزيكة اتفرج اشوف الدنيا هتوصل لفين بلاس بقى ان انا بصراحة التمثيل خدني. يعني انا التمثيل سحبني واحدة واحدة. انا مكذبش عليك يعني. يعني كان بيجي لي ادوار مهمة جدا في اهم مسلسلات اه شواء انتاجيا او اخراجيا. يعني اتعاولت مع تامر حسني وتعاولت مع احمد السقق. طبعا. وتعاولت مع احمد رزق واحمد يعني اتعاولت مع كل النجوم اللي اول مرة كانوا يعملوا مسلسل. فيعتبر مسلسل عليه سبوت جامد جدا. طبعا. فانا كنت محظوظ الحمد لله ده وخدت ادوار وعلمت مع الناس بالعكس في الشرق الاوسط كله يعني بقيت معروفة الحمد لله. فانا شايف ان هو بتاعي دي ما كانش بتاعات كسل. هو كان الظروف المحيطة لان الصناعة نفسها كانت فيها مشكلة. يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا انت هتقعد تشتغل حاجة ما بتجيبلكش مكسب. ما ينفعش. اكيد. فانا التمثيل يعني حاجة بتجيبلي مكسب. وحاجة بتديني شهرة. وحاجة بتتعلي من مكانتي. وتتحط في السفية بتاعي. ان انا اشتغلت مع اهم اه نجوم في مصر. اكيد. وخدت وضعي. فانا بصراحة والمضوع الصراح معي شوية. لغاية لما اه جات لي حفلة في امريكا. من بعد بقى تسع سنين مش بغني يعني. فجات لي حفلة في امريكا والناس عايزة اغنيت لهم شعر يكوبتها. اه. فاروحت. والله العظيم بجد يا فاطمة بجد بحيات ربنا يعني حسيت ان الاغنية لسه نزلة مبارح. طبعا. من استقبال الجمهور العرب في امريكا ليا. وحفظيني الاغاني بتشكل مش طبيعي وترحب مش طبيعي. اعملت حفلتين وفرح. فارجعت قلت اللي مرتي ببصي بقى انا هارجع غني تاني. يعني مفيش حل تاني. لان انا فعلا انا اكتشف. استمتعت تاني. لا طبعا هو استمتاع انا بحبه جدا. وهو يعني انا بحطول عمري الغنى بالنسبة لي خلي بالك اه 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 تانية. بس انا طول عمري انا خريج مع السينما. اه. قسم سناريو اخراج. اه. وطموحي طول العمر ان انا مسل. اه. فسبحان الله لما بدأت للنسب بدأت مطرب. عملت الحاجة اللي انا اه هويتي. يعني كنت بعد اغني في البيت مع اخويا وبتايع. اه. لغاية لما عملنا اغنيت قلب ودي اللي نزل تكسرت الدنيا. دي كان لها قصة هحكي لك عليها. فبعدين اه قلت لا ما يصحش بقى لانا لها جمهور. جمهور لقيت بقى كومنتات بتاعتي مراتي بقى دخلتلي على الكومنت اللي بتتحطى على الاغاني بتاعتي على اليوتيوب. قلت عمري في حاتي ما فكرت ان انا. انك تخش جوة اليوتيوب. واستحالة يعني دماغي في حتة تانية انا خالب احنا مش جيل اليوتيوب خالص احنا برضو جيل قديل شوية. احنا كنا يعني. عم بل ما نقلب ديجيتا دلوقتي. ناخد وقت بس. فلاقيت كومنت بجد يعني انا عيط. يعني دمعت فعلا من ان انا قدي ايه الناس حباني. الحمد لله. مش حاولي كل الناس بس. ليه يا جمهور. مقدر فني. مقدر ان انا بعمل حاجة مختلفة. اه شايفني في مكانة انا ممكن ما كنت شايف نفسي فيها. انا كنت بعمل نفسي بعمل حاجة حلوة وخلاص وبتنجح وصباح الخير يا. لكن اكتشفت لا انا عليها مسئولية. دي انت شخص مسئول. بلاس بقى كمان لما سافرت برة في كزا حتة اكتشفت ان الفن المصري اه 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 هو اكبر بكتير من مهرجان. انا مش قصدي ان انا اهانى لمهرجان بس الفن المصري. عندنا تاريخ وحاجات. عندنا حاجات كتير. واحنا احنا جوانا طاقات كتير جدا. ليه يا جماعة انا كواحد ليه عم عشرة بيسمعوني ومقتنعين بيا. ده مسئولية علي كمصري. ان انا لازم اخلي صورة المصري ايين مش مكلها في الحتة دي. يعني انا حسيتها كمان بقى مسئولية غير الجمهوري انا حسيتها مسئولية وطنية. زي ما احنا بنسمع برة في الدول كتير والمطربين برة كتير. بنسمع نوعيات كتير. ما ملاقيش كله رتم واش. رابعليك يا هو ده الفكرة. انا مش ضد اي نوع ولا اي مطرب ولا اي حاجة. انا بتكلم ان احنا ما شاء الله عددنا كبير. والسوق يستوعب ان احنا يبقى كزا شكل وزوقنا مختلف. وزوقنا مختلف وثقافاتنا مختلفة وكل حاجة فينا مختلفة. صح. وفي نفس الوقت عندنا الروح الحلوة. فاميه المشكلة ان كل الناس كل واحد يقدم شكله وكل واحد ياخد حقه. صح. لكن في حاجة بتركب على حاجة قصوات حاجة مش شايف نوعا. خليني.